التكاتف والتراحم ما يميزان شهر رمضان الفضيل من خلال التقوص الروحانية والصور الرمضانية التي تنتشر في شوارع المملكة الأردنية ومنها موائد رحمن التي عادت إلى سابق عهدها في العاصمة الأردنية بعد جائحة كورونا حيث يشارك مئات المتطوعين من مختلف الفئات العمرية في تجهيز الوجبات لمحتاجها والله التطوع يعني إشي كثير حلو خصوصا هون بتكيئة أم علي لأنك أنت بتكون موجود بالموقع اللي بتساعد فيه الناس والله إشي يعني حلو ومؤثر لأنك بتحس بأثرك وبدورك بالتأثير يعني بالمجتمع صراحة وجد فيه ناس كثير محتاجة وجد حلو أنه كيف عم نقسم الشغل وكيف كل حدا عم بعمل أنه شغلة عشان بالأخير نعطيهم الأكل والطعاميهم من ناس جد محتاجة المجتمع الأردني وبهذا يعني انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية لازم يكون فيه توحد للجهود بشكل عام توحد للجهود ما بين الشركات ما بين الجمعيات ما بين الأفراد حتى نقدر ندعم هاي المنظومة استراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية أصبحت حقيقة وأمر واقع موجود هلأ بالشارع الأردني إذا نحن ما كنا قادرين كشركات وكأفراد وفهمين هاي المنظومة نحن مستحيل أن نتحرك خطوة للأمام وتعمل تكية أم علي على تقديم الدعم الغذائي للأسر المتعففة على مدار العام في حين تعمل خلال شهر رمضان على تجهيز موائد الرحمن والتي تستقبل أكثر من ثلاثة آلاف شخصا يوميا أساس عملنا هو تقديم الدعم الغذائي للأسر الأكثر حاجة ولي تحت خط الفقر الغذائي وهذا طبعا بتم من خلال برامج مستدامة على مدار السنة في عيني عشرين ألف أسرة مصلهم بقروض غذائية شهرية على مدار السنة بكافة محافظات المنظمة ولكن المواسم لها خصوصيتها في عيني موسم رمضان وموسم الأضحى خصوصية موسم الرمضان هو موسم لحاله الإنسان بتغير مشاعره من نواحي دينية يعني القيم الدينية والقيم الاجتماعية بتنعكس على الناس وعلى تبرعاتهم فإحنا بالأخير إحنا مرآلة لتبرعات الناس هاي الوجبات اللي بتم تقديمها بموائد الرحمن هي هاي تقدم من الناس لأخوانهم لتفطير صائمين سواء محتاجين أو غير محتاجين أعوام مرت والتكية تعمل من أجل توفير الغذاء للأسر التي تقع تحت خط الفقر في حين باتت بعض الفئات تنتظر شهر رمضان لتوفير قط يومها من مساعدات أهل الخير موائد الرحمن تقليد رمضاني درج عليه الأردنيون منذ سنوات يتقاسم فيها المتطوعون الأجر والثواب وتستفيد منه العائلات الأردنية التي تقع تحت خط الفقر دم الكرديزاكروس الفضائية عمان